السلام عليكم اليوم نشرح مبارهنة 7 مبارهنة 7 مبارهنة 7 شو تقول تقول إذا تعامد مستويان إذا تعامد مستويان فالمستقيم المرسوم في أحدهما فالمستقيم المرسوم في أحدهما والعامودي على مستقيم التقاطع يكون عاموديا على المستوي الآخر خلي بس أوضح لكم المنطوق أكثر وأيضا نرسم مستويان متعامدان أسدو لي مستويان شبيهم متعامدات وليكن المستوي هذا خلي نقول علي المستوي وهذا المستوي ليكون إذا تعامد مستويان كل تعامد مستويان أكيد المستويان يكون المتقاطعات وبشنو يتقاطع المستويان يتقاطع المستويان بخط مستقيم تمام؟ مثل ما تعرفون المبرهنات تقسم إلى ثلاث أقسام أول خطوة المعطيات اللي هي تستنتج من منطوق المبرهنة خلي نجي نستنتج المعطيات قال إذا تعامد مستويان آني مباشرة راح أقول له المستوي إكس يعامد المستوي يعني ذول المستويان الاثنيين شبيهم متعامدين كمل قال فالمستقيم بس قبل لا أكمل آني أدري أنه كل تعامد مستويان شي يكونون متقاطعين فأجي يقول له يا بترى المستوي إكس يقاطع أيضا المستوي واي وين يتقاطعون التقاطع يصير بمكان بما أنهم مستويان فأكيد هيتقاطعون بمستقيم والمستقيم هو أي بي تمام إذا تعامد مستويان فأكيد متقاطعين فبعد أنت من نوهيش مجرد يقول لك إذا تعامد مستويان قل له إكس عمودي على واي إكس تقاطع واي أكيد بفد مستقيم هذا المستقيم أنت تسمي أي بي تسمي سيدي شتري تسمي سمي لكن إذا قال لك إذا تقاطع مستويان فمو بالضرورة يكونون متعامدين بس لما يتعامدون أكيد هم متقاطعين طيب كمل يقول فالمستقيم المرسوم في أحدهما فالمستقيم المرسوم في أحدهما أنا جاء تريد أرسم المستقيم هيتش 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 تقول لي لا لا خلي نكمل مواصفات هذا المستقيم نشوفه شلون مرسوم فالمستقيم المرسوم في أحدهما والعامودي على مستقيم التقاطع يعني المستقيم مرسوم بواحد منهم ها هساني رسمت هذا المستقيم اللي اسمه سيدي وين رسمنا أجي أقول لي يا بترى هذا المستقيم سيدي رسمت آني محتوى وين بل مستوي واي محتوى في المستوي وشنو بعد مواصفاته والعامودي على مستقيم التقاطع هذا سيدي عامودي على يمان على مستقيم التقاطع اللي هو منه اللي هو ايبي أعيد إذا تعامد مستويان فإنهم أكيد يكونون متقاطعين هاي نستنتجها إحنا فالمستقيم حشالي على فد مستقيم يقول لي مرسومه بواحد منهم وعامودي على مستقيم التقاطع يعني هم إجيت رسمت هذا المستقيم سيدي بالمستوي وعامودي على مستقيم التقاطع يعني عامودي على يمان على الأيبي تمام عامودي على الأيبي قال يكون قلت له منه اللي يكون قال صار ساعة شحشي لك آشان coloc το cd قلت له ها لحظة المطلوب اثباته المستقيم cd قال ايش بي المستقيم cd قال يكون عاموديا على المستوي الآخر يكون عاموديا المفروض يكون عامودي على المستوي الآخر اللي هو المستوي x هسا نبدأ نبدأ بالبرهان نبدأ بالبرهان طبعا هس هو الطلب مني أني أبرهن لهذا المستقيم عامودي على اليمن عامودي على هذا المستوي وخلي أجيب لك ياها من الأخير حتى أبرهن وأكتبوها يومكم حتى أبرهن مستقيم عامودي على مستوي حتى أبرهن مستقيم عامودي على مستوي يجب أن أبرهن أن المستقيم عامودي على مستقيمين في المستوي ومن نقطة التقاطع هنهمين تقول لي ما افتهم هذا هسه هو مطلب منك اتبره إلا أن هذا المستقيم عامودي على هذا المستوي تقول لي مضبوط حتى اتبرهن أن هذا المستقيم عامودي على المستوي هذا لازم اتبرهن قبلها أن المستقيم هذا عامودي على فد مستقيمات اثنين بالمستوي تقول لي من يجيب مستقيمات اثنين هسه هو عامودي بس على اي بي مثل ما انت قلت لي قلت لك خلاص وروح ارسم لك انت واحد تقول لي اوكي راح ارسم واحد بس منه يقول سيدي عامودي علي والله لازم انت تبرهم بعدان ما لي شغل تمام تقول لي ماشي اذا اول خطوة بالبرهان في المستوي في اكس يعني في المستوي هذا اكس نرسم مستقيم اسمه وليكن من نقطة التقاطع منا وليكن هذا المستقيم اسمه DE اسمه DE هذا مستقيم رسمنا رسمت عامودي عليمن عاموديهم على اي بي رسمت مستقيم عامودي على اي بي هنا بنقطة التقاطع ليش عندنا احنا منو يقول هذا عامودي اقول لا لا كون عامودي هسه عني عندي فات صلاحية في المستوي الواحد يمكن رسم مستقيم وحيد عامودي على مستقيم معلوم معلوم من نقطة معلومة يعني في المستوي الواحد يمكن رسم مستقيم وحيد عامودي على مستقيم معلوم من نقطة معلومة النقطة قد تكون تنتمي للمستقيم وقد تكون لا تنتمي لكن حاليا النقطة تنتمي باعتبار أني رسمت منها يعني بهالنقطة هذه إذن هسا رسمنا مستقيم هسا أنا دبرت لك مستقيمات اثنين بالمستوي X يلا روح يثبت لي عاد أنه CD عامودي عليهم اثنين يعني عامودي على الأيبي وعامودي على دي أنا ش قلت له قلت له عمي ترى CD عامودي على الأيبي معطة هيا تهسا أنتبأ فقط عليك تثبت لي أنه CD عامودي على دي إذا أثبتت لي أنه CD عامودي على دي فراح يصير CD عامودي على مستقيمات اثنين يعني على أيبي وعلى دي ولما يكون CD عامودي على مستقيمات اثنين راح يكون عامودي على المستوي مالهن أيضا تمام هسه ادولي شون أثبت انه هذا المستقيم سيدي عامودي على دي حتى أثبت مستقيم عامودي على مستقيم ثاني يجب أن تكون قياس الزاوية بين المستقيمات تسعين درجة تمام فأجي أشوف أحسب الزاوية هذه فراح أقول لعيني سي و دي و اي هاي سي دي اي هذه زاوية عائدة احنا نسميها عائدة للزاوية الزوجية يا زاوية الزوجية هاي الزاوية الزوجية اللي هي المستوي واي والمستقيم اي بي والمستوي اكس صحيح يقولوا لي اي اوكي لأن انتو تدرون طلاب الزاوية اللي تتكون بين مستقيمات يسمونها زاوية عائدة للزاوية الزوجية بس بشرط هاي المستقيمات صايرة وين داخل مستويين يعني كل مستقيم بوجه وكل مستقيم يكون عامودي على حرف الزاوية الزوجية زين سي دي هو عامودي على اي بي ودي اي هم عامودي على اي بي فبالتأكيد الزاوية اللي تتكون بيناتن هي زاوية عائدة هي شني زاوية عائدة للزاوية الزوجية دي قل لي اوكي افتهمنا هسا الزاوية اللي بين سي دي هي الزاوية عائدة للزاوية الزوجية زين وبما انو راح اقول له وبما انو انت قايل لي بالسؤال او بالمبارهنة انو المستويان متعامدان دي قل صحيح انا قلت لك انو المستويان شبيهن متعامدان مو مستويان متعامدان هذا معطى فمعناتها شنو هذا معناتها قياس الزاوية الزوجية للعائدة تقول لي لا انت شحشت لي هاني قلت لك مستويان تقول لا اذا مستويان يعني قياس الزاوية الزوجية هي التسعين زوجية يساوي تسعين درجة لان المستويان متعامدان زين وشنو الربط بين الزاوية الزوجية والعائدة تقول لي بصراحة نفس القياس لان اذا قياس الزاوية العائدة لها يساويهم تسعين درجة صحيح إذن نقدر نستنتج أنه CD و DE بياناتهم تسعين درجة زين بياناتهم تسعين درجة معناته شنو هذا؟ معناته CD يعامض منه DE لأن قياس الزاوية بياناتهم تسعين درجة زين إذا كان قياس الزاوية بيان مستقيمان تسعين درجة فالمستقيمان متعامدان صحيح وبالعكس إذن CD أصبح عامودي على يمن عامودي على DE وبما أن CD من الأصل هو عامودي على يمن على AB معطى هذا ضمن المعطيات إذن أصبح CD عامودي على مستقيمات اثنين على DE وعلى AB تمام؟ هو على AB معطى من البداية إحنا بس أثبتنا أنه CD عامودي على D فبالتأكيد المستقيم العامودي على مستقيمين متقاطعين يكون عامودي على المستوي اللي يحتويهن إذن إذن المستقيم CD هيكون عامودي على يمن على المستوي X أكيد وأكتب له هنا أقول المستقيم العامودي على مستقيمين متقاطعين يكون طبعا عفوا من نقطة تقاطعهم من نقطة تقاطعهم ذولي يكون عاموديا يكون عاموديا على المستوي اللي يحتويهم تمام وانتهى البرهان وهو المطلوب أعيد البرهان بشكل سريع هو بالبرهان أو بالمطلوب إثباته قال لي إثبت لي أنه CD يكون عامودي على يمن على المستوي X وخلوها ببالكم حتى أثبت أنه CD عامودي على فد مستوي أو بشكل عام حتى أثبت أي مستقيم عامودي على مستوي لازم أثبت أنه هذا المستقيم عامودي على مستقيميا داخل هذا المستوي الحمد لله إحنا عدنا CD عامودي على أي بي ضمن المعطيات بقى علي أدبر فد مستقيم بهذا المستوي وأثبت أنه CD عامودي علي أيضا وإذا كان عامودي عليهم اثنين هم حيكون عامودي على المستوي مالهم طبعا أنا روح ترسمت بX فد مستقيم اسم D وعامودي على أي بي عندي صلاحية بعدها قلت له يابا الزاوية CDE هي زاوية عائدة للزاوية الزوجية قال لي صحيح إذن أكو ربط بياناتهم قلت له وما دام المستويان متعامدان هذا معناتها الزوجية 90 ولأن الزوجية تساوي العائدة إذن العائدة هم 90 يعني المستقيمان متعامدان CD عامودي على DE لأن قياس الزاوية بياناتهم 90 درجة وبما أنه عامودي على أي بضمن المعطيات إذن أصبح CD عامودي على مستقيمين متقاطعين فبالتالي يكون عامودي على المستوي مع الهن أتمنى أن تكون واضحة تظرونا بنتيجة مبارهنة 7 السلام عليكم